الله الحمد لله الرحيم والصلاة والسلام على أبوك الرحمن الذكر عظيم جدا يسمى البعض كنز السنة وحق الله أن يسمى كنز السنة من فضل هذا الزكر هذا الذكر لو قلته مرة واحدة أفضل من أن تذكر الله سبحانه وتعالى 24 ساعة متصلة لا تفطر فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة مليارات مليارات الحسنات بلا مبلغة عل matchكم الدليل أكثر من الدليل من السنة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أمام التالبهلي رضي الله عنه والحديث الصحيح صحاو الامام الألباني قلت دخل علي يا!, Yeti صلى الله عليه وسلم ، ولأ في المسجد وحركوا شفتيه فقال لي ما تعملوا ياء أمامه قلت أثكر الله يا رسول الله؟ قال أفعلمك ذكرا، أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله ...الليل مع النهار والنهار مع الليل قلت أبلا يا رسول الله قلت أ gegants ... سبحانه الله عدد ما خلق. سبحان الله ملأ ما خلق. سبحان الله عدد ما في السماء وما في الأرض. سبحان الله ملأ ما في السماء وما في الأرض. سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه. سبحان الله عدد كل شيء. سبحان الله ملأ كل شيء. ثم تقول الحمد لله عدد ما خلق. الحمد لله ملأ ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماء وما في الأرض. الحمد لله ملأ ما في السماء وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء ثم تقول الله أكبر مثل ذلك ثم تقول لا إله إلا الله مثل ذلك وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ربما يكون طويل شوية لكن زي ما بقول لكم الزكر ده أفضل من التذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة متصلة بأي أس بأي ذكر تاني يعني مليارات مليارات الحسنات أقول لكم أكتر بقى من دليل من السنة وأقول لكم كم يعني كم تحصل به من السواب سيدنا معاز بن جبل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا معاز بن جبل قال له كم وردك يا معاز كل يوم قال له عشر تراف تسبيحة قال له فأعلمك ذكرا أفضل من أفضل من وردك هذا يعني من أكثر يسوي في الميزان العشر تسبيحة بتوعك دول التي تبطلهم طول يوم الزكر ده ليس فيه ضعف شوية دليل أقول لكم ده أفضل منه بسوابا دليل تاني الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مرة على سيدنا أمي سلمة بعد صورة الصبح فقال لها ماذا تفعلين كانت ممسكة بحصوات فقالت له أسكر الله يا رسول الله فتركها وانصرفت وما رجع عاد إليها بعد الساعة قال له أما زلت على الحال الذي تركتك عليه منذ انصرفت قالت له نعم رسول الله قال لقد قلت لقد قلت بضع كلمات تعدل وترجح ما قلته في هذه الساعة قلت ماذا قلت يا رسول الله قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضو نفسه وزنة عرشه وميداد كلماته الجملة دي بتسوي ذكر ساعة كاملة يعني هي قاعد تسكر ربما سبحان الله تعالى ساعة كاملة من بعد ساعة الصبح الغد ما طلعت الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم هو ماشي رح قال الكلمتين دول قال لا لقد قلت ده في ميزان أفضل من التوتيدة تطول الساعة طب بابلكوا بقى بسبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله يبقى فعلا ده أكتر من 24 ساعة متواصلة ذكر لأن الرسول صلى الله قلت يا جوامع الكلم ده الكلمات دي بواحي من رب العيم سبحان الله تعالى بواحي فكام عدد خلق الله انت بتقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق يبقى الزكر ده سوى بواد ده فأقول لكم الزكر ده سوى بواد ده الواحد منا يعني سيدنا أبو هريرة كان ورده اليومي 12 ألف تسبيح يعني قلنا نفس المعايز كان يسبح 10 ألف تسبيح أبو هريرة كان ورده اليومي كما جاءت في الأسر في الأسر 12 ألف تسبيح وكان يأكل ويأكل ويأكل ويشرب وينام ويذهب إلى السوق الواحد منا لو قاعد في زماننا ده 24 ساعة متواصلة لا يأكل لا يشرب لا ينام لا يفعل أي شيء غير الزكر هياسكو ربنا سوى تعالى كم تسبيح ليس قلنا بخمسين ألف تسبيح ليس قلنا بخمسين ألف تسبيح ليس قلنا بخمسين ألف تسبيح كان لك ذكرت رب الله سبحانه وتعالى خمس ايام متواصلة او يساوي مثلا في الميزان بتلو خمسين الف تسبيح لانه يعدل ويرجح ذكر اربعة عشر ساعة متواصلة باي ذكر تاني يبقى انت لو قلت مرة بعد كل صلاة هتغرز مئات الالاف من الاشجار في الجنة كل يوم وهتحصر مليارات مليارات حسنات انا كنت قلتلكم قبل كده عن ربعمية تسبيح هتخال صباحا ومساء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كل واحدة منهم تقلل مئة مرة كأنك حجيت مئة حجة وكأنك غزيت مئة غزوة في سبيل الله وتصدقت مئة بدنة مئة جمل وكأنك عطقت مئة ولد من بني اسماعيل ولا يرفع الاحد على وجه الارض عمل افضل منك كما جاء في الحديثين احدهم الصحيح تصححوا بعض العلماء والاخر تحسنوا بعض العلماء وكل منهم يشاهدون على الاخر يعني يتقلون مئة تسبيحة بيساو مئة حجة ومئة غزوة في سبيل الله وتقول سبحان الله مئة مرة والحمد لله مئة مرة والله اكبر مئة مرة ولا اله الا الله ومئة مرة هم يأخذون منك قد ايه؟ انا بقولهم مع عسكر الصباح والمساء ما بيأخذوش 7-8 داقة واشوفوا صوابهم قد ايه؟ هذا الرسل صاحبه بيقولك افضل من ذكرك الله الليلة مع النهار وعليه ليه لانه مضاعف لا تبش تقولوا صبحان الله سبحان الله تبش تقولوا صبحان الله عدد ما خلق كما عدد خلق الله صبحان الله ملء وما خلق العلماء العلماء أخر ما تصل لله العلماء هي الكون في 100 ألف مليون مجرة وكل مجرة فيها 100 ألف مليون مجموعة شمسية كل مجموعة شمسية فيها 10 قواكل زي بتوعنا دولوبة ورانوس ونبتون وبلوتو والمشتري وزوحل وشمس دي بتاعيتنا الشمس اللي حجمها قد حجم الأرض مليون و300 ألف مرة بيدرب الكلام ده كله في 100 ألف مليون يعمل مجرة بعدها ضربه ثاني في مئة الف مليون يعمل الكون كله ده اخر ما توصل له العلماء انت بتقول سبحان الله ملأ ما خلق ذلك برضو الذكر ده اللي يقوله مثلا مرة بعد كل الصلاة حتى بقى افضل اهل الارضة عملا في هذا اليوم الا واحد قال زيك او اكتر منه وزي ما رسول صام الف سبحان الله وبحمده تتقال مئة مرة الصبح مئة مرة بالله وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في لا اله الا الله وحده الرشد يكاله له الملك وله الحمد وهو على كل الشرق القدير تقال مئة مرة كل يوم في كل واحدة منهم قالك ما يترفعش الحد في الارض كلها عمل زيك الا لو قال زيك حتى لو حجوا اعتمنوا جاهد في سبيل الله حتى لو حجوا اعتمنوا جاهد في سبيل الله لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اقفوا الله ونبئكم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم واسكاها عند ملككم وخير لكم من انفق الورق والذهب وخير لكم من ان تلقوا اعداءكم جدا فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم كل بالا رسول الله قال ذكروا الله يعني اذا الزكر افضل من الغزو والجهات في سبيل الله ربما يكون افضل من الشهادة يبقى اذا اللي بتذكر ربنا كتير ربما يصل امرز الشهداء حتى لو مات على فراشة فالذكر ده فعلا احد كنوز السنة العظيمة لانه افضل من ذكري كالله 24 ساعة متواصلة فلا يقدر بحسنات ستغرز به مئات الالف من الاشجار في الجنة وان شاء الله ممكن يكون سببا في وصولك الا في الدوس الاعلى فأنا سأكتب لكم الذكر في الوصف وتع الفيديو انسيخوه وانشروه نرش هذا العلم في طواب العظيمة نعلم علما في النهاء اجر من عامل بيه ومن القيامة لا انقذ ذلك مجرمش انتوا يشوش تفعل الجرس واشراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة